موسيقى خبار ورياضة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية يواصل المنتخب الجزائر استعدادته للدخول في غمار منافسة كان كوديفوار 2023 حيث أجرى أشبال المدرب جمال بالماضي ثاني حصة تدريبية لهم الخميس بملعاب الثانوية الكلاسيكية بمدينة بواكي بعد الحصة الاسترجاعية التي أجرها إثرة وصوله كوديفوار الأربعة وذلك تحضيرا لمواجهة أونغولا الاثنين المقبل في افتتاح المباراة المجموعة الرابعة وأجرت الحصة التدريبية بتعداد مكتمل بعد اندماج الحارس رايس وها بن بولح الذي غاب عن حصة الاسترجاع لشعره بالإرهاق وينضم إلينا من أبي جون مفد الجزائر الدورية كريم بالعربي صباح الخير كريم ما هي آخر المستجدات هناك وكيف تتهي أبي جون لانطلاق بطولة كاس أمم فريقيا 2023 صباح خير عصام لك ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية إذن دائما متواجدون بالعاصمة الاقتصادية لكوديفوار مدينة أبي جون 24 ساعة فقط تفصلنا عن حفل افتتاح والمباراة الافتتاحية للعرس الافريقي الذي سيلعب بملعب الحسن وطرى إذن كل الأمور ضبطت على المستوى التنظيمي ومستوى الأمني وكل شيء جاهز إلى حده الآن من أجل إنجاح هذه الدورة والنسخة الرابعة وثلاثين من كاس أمم إفريقيا خاصة بعد وصول رئيس الاتحاد الإفريقي لكورة القدم أمس الخميس إلى أبي جون من أجل حضور حفل الافتاح ومن أجل عقد ندوة الصحفية بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت كوديفوار الرئيس الكاف سيتحدث أكيد عن هذه الدورة عن النسخة الرابعة والثلاثين وكل ما يتعلق بها وبما ستقدم لها الكرة الافريقية وبالتالي فإن كل الأمور ضبطت إلى حد الآن عصام من أجل بداية مثالية لهذا العرس الافريقي كريم طبعا كيف يستعد منتخبا كوديفوار وغينيا بصاودي المباراة الافتتاحية المرتقبة يوم الغد عصام المتخبين سيعقدان لندوة صحفية بعد قليل في حدود الساعة الحادية عشر ستكون الندوة الصحفية الأولى للمتخب الإفواري الذي يضع آخر الروتوشات للمباراة الافتتاحية الكل هنا ينتظر وجه مشرف لهذا الفريق ووجه طيب بالنظر للمباراة الودية وما قدمه في المباراة الودية خاصة المباراة الأخيرة التي فاز بها بخمسة أهداف لهدف أمام السيرليون الكل ينتظر ماذا سيقدمه هذا المنتخب زملاء فرانك كيسي الكل ينتظرهم غدا في ملعب الحسن كما قلت المنتخب الإفواري سيجري آخر حصة تدريبية مساء اليوم بداية من ساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي في ملعب الثانوية الكلاسيكية في مدينة كوكودي غير بعيدة من هنا عن أبيجون وبالتالي فإنه ستكون آخر حصة تدريبية لهذا المنتخب قبل أول مباراة له في هذه المنافسة التي تعد مفتاحية له في حال ما إذا أرادت ذهب بعيدا في هذه البطولة ولما لا تتويج الثالث لهذا المنتخب بعد تتويج 92 و2015 وبالتالي الجميع ينتظر هذا المنتخب مفد قناة الجزائر الدولية إلى أبيجون كريم أبو العربي شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل مثل ما هو معمول به في كبرى البطولة العالمية خصص الاتحاد الافريقي لقرة القدم صحة هامة للصحفيين تتمثل في المركز الإعلامي بأبيجون وذلك لتسهيل عمل رجال الإعلام خلال البطولة التي تحتضنها كوديفوار من الثالث عشر جنفي إلى غاية الحادي عشر فيفري ألم داخل هذا المبنى الواقع بقلب أبيجون يتواجد المركز الإعلامي الخاص بكأس أمم إفريقيا مركز يجمع رجال الإعلام من مختلف الجنسيات والقارات مصمم لتزويد وسائل ورجال قطاع الإعلام بمن في ذلك المصورون ببيئة عمل فريدة المركز الإعلامي تربع على مساحة كبيرة وهذا شيء جيد يقع في مكان يسهل الوصول إليه إلى حد الآن كل شيء على ما يرام لكن علينا الانتظار للحكم النهائي في زياراتي الإفريقية ما شفت شقبل مركز إعلامي بالحجم هذا محترم جدا يعني حتى لا نبالغ أكثر لكن محترم فيه كل الإمكانيات متع العمل الصحفي الانترنت موجود النظافة كما تشوفوا موجودة الأخلاق طيبة جدا في المعاملات متع الناس لهنا بسراحة المعلومة متوفرة المركز الإعلامي بإمكانه استيعاب أكثر من 300 وسيلة إعلامية كما يمكن الصحفيين من متابعة الندوات الصحفية من أماكن أخرى في المركز الإعلامي الرئيسي يوميا الأمر الذي سيتيح أفضل ظروف العمل للمئات من ممثل وسائل الإعلام قاعة جميلة بإمكانها استيعاب أكثر من 300 وسيلة إعلامية ما يجعل الصحفي مرتاحا كل الظروف مهيئة أمام الصحفي من أجل القيام بعمله على أكمل وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حرص على وضع كل الظروف المواتية لرجال الإعلام نظرا للدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في الترويج للمنافسات الكبرى هو إذن مركز إعلامي خصصته اللجنة المنظمة للصحفيين حيث يوفر كل ظروف العمل لرجال الإعلام من أجل تأدية مهامهم على أكمل وجهة كاريم بالعربي قناة الجزائر الدولية أبي جون كوديفوار تعد بطولة كاسومة بفريقيا فرصة ثميلة للعب المحلي العربي من أجل البزوغ وتأكيد مستوياته الفنية والبدلية واعتبر اللاعب المحلي ورقة رابحة للمتخبات العربية في الكان الذي سيكون من أبرز الطبعات التي ستشهد حضورا قويا للعبين المحليين العرب صوبك الديفوار تتجه الأنظار لاكتشاف أسرار الطبعة الرابعة وثلاثين من عرس القارة الصمراء كأس أمم إفريقيا الكوان فرصة بزوغ وتألق اللاعبين رفقة أغلب المنتخبات في الحدث القاري نسخة كوديفوار ستكون واحدة من أبرز النسخ الشاهدة على مشاركة اللاعب المحلي على أمل التألق لطرق أبواب الاحتراف منتخبات عدة استنجتت بالورقة المحلية بأمل تحقيق الإضافة في صورة المنتخب الجزائري ولاعبه يوسف بليلي المتألق لفقة نادي مولودية الجزائر بأهداف وتمريرات حاسمة كانت كفيلة للعودة لكتيبة المحاربين الساعية لمحو خيبة كان الكاميرون والعودة إلى منصة التدويج من جديد قائمة المنتخب المصري وصيف النسخة الماضية هي الأخرى شاهدت تواجد اللاعب المحلي بتسعة عشر لاعبا من أصل سبعة وعشرين يعاول عليهم المدرب البرتغالي يروي فيتوريا لقيادة الفراعنة لتحقيق اللقب الثامن في تاريخهم إلى المنتخب التونسي الذي سيدخل بدوره غمار كأس إفريقيا بسبعة لاعبين من البطولة المحلية أبرزهم المدافع يسين مرياح لاعب الترجي وهذا بمسعى التألق وصنع المفاجآة بالتتويج للمرة الثانية في تاريخ نسور قرطاج كان كوديفوار فرصة ذهبية لللاعب المحلي في تظاهرة ستكون تحت مجهر أكبر الأندية الأوروبية الساعية لإستياد العصافير النادرة في القارة السمراء يستعد منتخب قطر الدولة المضيفة وحاملوا اللقب لمواجهة منتخب لبنان مساء الجمعة في افتتاح النسخة الثامنة عشر لبطولة كأس آسيا الفين وثلاثة وعشرين على سطاد لوسيل الذي احتضل نهاي كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين ويسعى العنابي لتحقيق اطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الأسيوي الذي حققه قبل أربعة أعوام وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في اتزاع صدارة المجموعة الأولى من جاته أجر منتخب لبنان آخر مران المساء الخبيث له قبل خوض المباراة الافتتاحية ويقود المدرب ميودراج رادولوفيش المتخب اللبناني في بطولة كأس آسيا ويبحث عن الفوز في أول مباراة لتحقيق بداية مثالية والذهاب بعيدا في البطولة أسند الاتحاد الأسيوي لكرة القدم مهمة دارة مباراة أستراليا الهند في كأس الأمم الأسيوية للحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا وبذلك ستكون أول حكمة تدير مباراة في تاريخ كأس آسيا من خلال المباراة المقررات السبت المقبل الثالث عشر جونفي الفين واربعة وعشرين وتعد اليابانية ياماشيتا وحدة من ثلاث حكمات تم اختيارهن في مشاركة أو للمشاركة في للمشاركة أقول في بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين بقطر هو أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري أبطال آسيا اختموا أخباري رياضة شكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر